نقلب معكم عددا من الملفات نبدأ الحرة الليلة من أفغانستان فقد دعت الأمم المتحدة الدول المجاورة لأفغانستان ابقاء حدودها مفتوحة لمن يشعرون بالخطر ويريدون الهروب من البلاد في وقت تستمر فيه عمليات الإجلاء جوا عبر مطار كابل حيث تواصل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها إجلاء رعاياها ومواطنين أفغان عمليات إجلاء متواصلة من أفغانستان منذ الأحد الماضي لإجلاء دبلوماسيين وأجانب أفغان من مطار كابل الذي تسيطر حركة طالبان بشكل محكم على محيطه تعتزم الولايات المتحدة إجلاء أكثر من 30 ألف أمريكي ومدني أفغاني وأخرجت منهم حتى الآن أكثر من 7 ألاف منذ بدء العمليات في الرابع عشر من أغسطس وبلغ العدد الإجمالي لمن أجلتهم الولايات المتحدة 12 ألف شخص بينهم مواطنون أمريكيون وعناصر من السفارة الأمريكية ويخيم التوتر في كابل حيث ينتظر آلاف الأفغان سبيلا لمغادرة البلاد التي ضاقت عليهم بعد سيطرة طالبان على الحكم ودعت الأمم المتحدة الدول المجاورة لأفغانستان لإبقاء حدودها مفتوحة للفارين من بطش طالبان إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قلقة بشأن الاحتياجات الإنسانية داخل أفغانستان وتحث على تقديم الدعم لضمان عدم نسيان من يحتاجون المساعدة لا يزال الوضع على الأرض متقلبا للغاية في حين انخفض القتال على نطاق واسع منذ استلاء طالبان على البلاد والعديد من الأفغان قلقون للغاية بشأن ما يخبئه المستقبل تقول مصادر عسكرية أوروبية أن حركة الملاحة الجوية فوق كابل كثيفة جدا لكنها محفوفة بالمخاطر بسبب عدم وجود مراقبة جوية معتمدة في مطار كابل وتواصل الدول عدة إجلاء رعاياها وبعض الأفغان العاملين معها حيث أعلنت كندا تخصيص طائرتين عسكريتين لإجراء رحلات من كابل لعادة مواطنيها ومواطنين أفغان وأجلت إسبانيا وإيطاليا والنمسا وبولندا ورومانيا وكينيا مئات من رعاياها بضمنهم أفغان بينما جددت تركيا استعدادها لضمان أمن مطار كابل حتى بعد سيطرة طالبان على أفغانستان وأن أنقرة تجري محادثات بهذا الشأن مع جميع الأطراف المعنية نضم إلينا لنقاش هذا الموضوع عبر سكايب من واشنطن فليب كراولي مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون العامة ومن فرجينيا مارك كيمت مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون السياسية العسكرية مرحبا بكما ضيفي الكريمين نبدأ معك سيد كراولي ما الذي يخشى منه الآن؟ هذا التسارع الحالي في عمليات الإجلاء وحبس الأنفاس حتى انتهاء هذه العمليات ما الذي ينذر بما بعده؟ أعتقد التحدي هو زيادة وتيرة الإجلاء هناك إبطاء كان حدث اليوم لأن الولايات المتحدة لا زالت تبحث عن مقاصد لتوصيل المواطنين الأمريكيين والأفغان إليها وأصدقائنا وحلفائنا أعتقد أنه في أي كارثة أي موقف كارثي لابد أن يحدث هناك مفاجآت ويستغرق الأمر بعض الوقت لإنهاء الأمور بشكل سلس إدارة بايدن فجأت بمدى سرعة استيلاء الطالبان على أفغانستان وهم يعانون في جلب هذه العملية لتصل إلى أقصى درجات المطلوبة هذه العملية الجارية الآن التي كان يتحدث عنها بايدن قبل قليل سيد كيمت هل باعتقادك أنها ستكون مرحلة اختبار في حد ذاتها لمدى تعامل طالبان مع التزاماتها مع الإدارة الأمريكية السابقة أولا الالتزام من قبل هذه الإدارة والإدارة السابقة موجود ومنذ بداية التفاوض وبغض النظر عن أي إدارة الطالبان أظهر في الدوحة أن يمكنهم تقديم التزامات ولكن لم يوفوا بأي من هذه التعهدات علينا أن نتوقع من الطالبان أن يخالفوا هذه الالتزامات التي قدموها فيما يتعلق بالسماح للأمريكيين المدنيين والأفغان الشجعان المترجمين ومن عمل مع الأمريكيين لجلبهم القاعدة لأنه عاجلا أم آجلا الطالبان ستعود إلى نمطها التقليدي وهو الوحشية ومخالفة التعهدات والالتزامات وجلب البلاد إلى دولة ما كانت موجودة قبل 11 سبتمبر في 2001 لماذا الانسحاب إذن إذا كانت أفغانستان ستعود إلى هذه النقطة سيد كراولي الرئيس بايدن حكم على الأمور وأن الجهد العسكري الأمريكي حقق ما يمكن أن يحققه هذا قرار صعب ولكن القرار تخذ لا يمكن العودة عنه الآن لابد أن ننظر إلى الأمام أو شاطر مارك فيما ذكره فيما يتعلق بالهاجس حول المستقبل وسلوكه في المستقبل وسنرى هل تعلموا دروس الماضي ومن خبراتهم السابقة في الحكم أم لا طبعا عندما تكون حركة تمرد هذا شيء ولكن عندما تحكم بلد هذا أمر مختلف تماما الآن أنهم يطاردون الناس من باب إلى باب الذين كانت لهم علاقة بالحكومة السابقة ومع الأمريكيين وفي نفس الوقت يحاولون أن يقنعوا الموظفين المدنيين في الحكومة أن يعودوا إلى أعمالهم ولتسيير دمام الأمور في البلاد ما هو سيكون دور النساء والفتيات هل سيحصلنا على التعليم هل سنخرطنا في المجتمع المدني هذه أسئلة هامة وهذه الأسئلة عندما يكون لدينا إجابة عنها هذا هو ما سيحدد طبيعة العلاقة التي ستكون لأفغانستان مع المجتمع الدولي هل يمكن أن يجلبوا المساعدات المطلوبة التي يحتاج إليها لجلب الاستقرار في هذا البلد في المستقبل سيد كيمت ما مدى تأثير هذه السيطرة لطالبان الآن أن تأولى الأمور إليها بهذا الشكل على الديمقراطية بشكل عام يعني هناك عالم خاصة غربي بين قوسين ينافحاً هذه الدمقراطية ويعتقد أنه بذل في سبيلها الكثير فجأة بعد عشرين عاماً يجد أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر إن لم يكن حتى أسوأ لو طرحت السؤال ما الذي يظهره ذلك حول الديمقراطية والعالم كل ما نستطيع أن أراه هو الوضع في أفغانستان في آخر عشرين عام الوضع في أفغانستان لم يكن جيد ولكنه كان أفضل بالتأكيل من تحت حكم الطالبان لو انتظرنا عدة شهور أعتقد أن الطالبان ستعود إلى إيديولوجيتها وسلوكها المعتاد وفي هذه الحالة العالم سيفهم ما الذي يعنيه أن تعيش تحت حكم ديكتاتوري والأمر المحزن هو أن الناس في أفغانستان هم الذين سيعانون ولكن الدرس الباقيات حتى الآن هي أن الديمقراطية بالتأكيد أفضل من طبيعة الحكم الذي سيوفره طالبان وطالبان ستقدم لنا الدليل المادي على ذلك سيد كراولي هل في هذه المسألة المفاضلة بين توجه إدارتين مختلفتين سياسيا لديهما فهم مختلف لأفغانستان فهم مختلف لطريقة معالجة القضايا الدولية من هذا النوع بعد 21 عام أربع رؤساء أمريكيين كانوا مسؤولين عن العملات الأمريكية في أفغانستان وكل منهم أظهر استراتيجية مختلفة وعلينا أن نكون متعوضعين وأن نقر أنه في النهاية هذه الاستراتيجية حققت بعض الأمور المحددة ولكنها لم تحقق الهدف الإجمالي بالنسبة لأفغانستان كدولة مستقرة وديمقراطية علينا أن نقيم ونتعلم من هذه التجربة ولكن حقيقة أننا أن هناك 21 عام يعكس الفشل والإنجاز الرئيس بايدن يتعرض لانتقاد لأنه اتخذ هذا القرار وهو ربما يتعامل مع الوضع الآن وكيف ستكون الأمور على المدى الطويل هذا أمر سنرى ولكن كيف وصلنا إلى هذه النقطة هذا يستند على استراتيجيات وفشل بصراحة حدث من قبل الحزبين وعقدين من الزمان هل تتفق مع هذا الطرح سيد كامد دعونا نتأكد أننا نفهم لماذا الرئيس بايدن كان يقف خلف المنصة ويتحدث اليوم هو يقول أنه يدافع عن الانسحاب لا أحد يدافع عن عدم الانسحاب والناس كانت تعلم أنه سنننسحب منذ فترة الإيكونوميست قالت أن هذا أسوأ عملية إجلاء رأيناها في حياتي وربما في التاريخ الحقيقة هي أن هذه الإدارة كانت تعلم منذ عام أنهم يردون الانسحاب ما الذي عطل مغادرة الناس من أفغانستان الآن عدم وجود اتفاق وعدم وجود دول تقبل اللاجئين لو كنا نعلم أننا سينواجه هذا الموقف منذ عام كان يجب أن نبدأ العمل مع دول أخرى حول الموافقة لأخذ اللاجئين أنا كنت أتحد بالأمس مع سفير من دولة الماء وقال نحن كنا ننتظر من الأمريكين أن يسألوا أو يطلبوا منا لمدة شهور فيمكن أن نجلس هنا حتى بقية هذا البرنامج نتحدث عن انسحاب والجدال حول هذا الأمر ولكن لا يوجد هناك جدال حول الانسحاب غالبية الأمريكين قالوا حان الوقت لمغادرة أفغانستان ولكن لم نكن نريد أن نغادر بشكل مذل للشعب الأمريكي ومحزن لحلفاء ويقوي أعداءنا مارك كيمت وفليب كراولي من واشنطن وفرجينيا شكرا جزيلا لكم تقدم الأرقام بالنسبة للحرب في أفغانستان إيجازا واضحا لما جرى هناك خلال عشرين عاما دعونا نتعرف على أبرزها وفق الواشنطن بوست 2001 هو العام الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الحرب على حركة طالبان وتنظيم القاعدة ردا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر 800 ألف هو عدد عناصر الجيش الأمريكي الذين خدموا في أفغانستان منذ أكتوبر عام 2001 2352 هو عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان خلال السنوات العشرين الماضية أثناء القتال في مواجهة القاعدة وطالبان 66 ألف هو عدد ضحايا الجيش الأفغاني والشرطة الأفغانية الوطنية الذين قتلوا في معارك وتفجيرات على امتداد الأراضي الأفغانية أما كلفة الحرب في أفغانستان فناهزت أرقاما قياسية تريليونان ومئتان وواحد وستون مليار دولار أي وهو جملة ما صرفته الولايات المتحدة خلال العشرين عاما الماضية في أفغانستان منها ثمانمائة وسبعون مليار دولار على الأعمال الحربية فقط أما النهاية فيمكن تلخيصها برقم معبر من الداخل الأمريكي وهو 62 62 في المائة هي نسبة الأمريكيين الذين اعتبروا في إحصاء أجراه معهد غالوب هذا الأسبوع أن الحرب لم تكن ذات مغزى ولا تستحق خوضها ترجمة نانسي قنقر